فإذن الله اختارنا الله الآب اختارنا لكي نكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة اختارنا للتبني حتى نكون أولاد الله من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح ويكون إلنا الشركة والميراث وهذا الاختيار حسب قصد نعمة الله حتى نكون مختاري الله الله الابن الرب يسوع أنجز هذا الفداء بدمه حتى نكون أبناء للرب وقدم لنا مش بس القبول وغفران الخطايا لكن شيء ثالث الروح القدس له دور في هذا الموضوع بقول إذا سمعتم كلمة الحق انجيل خلاصكم آمنتم وختمتم بروح الموعد الذي هو عربون لمقتنى بيتكلم عن شيء مستقبلي فإذن الله الاب اختارنا الله الابن أنجز الفداء بدمه الروح القدس ختم هذا الختم أحباء لا يكسر فالختم هو علامة ملكية لما الملك كان بيعمل الختم لا يكسر إلا بأمر الملك نفسه فإذا الروح القدس يعني اللي جذبنا ولمسنا وجهنا ليسوع المسيح وقبلنا الخلاص بيختم هذا الخلاص علامة ملكية وهذا أيضا علامة ضمان أنه ضمن هذا الشيء وهي علامة الحماية أيضا وأيضا يقول أن هذا الخلاص هو عربون يعني الدفعة الأولى للخلاص الكامل لأنه عندما نحن نخلص نلنى الحياة الأبدية لكن منتمم هذا الخلاص حتى يوم من الأيام أجسادنا بتخلص ومنكون مع المسيح في كل حين في الأمجاد السموية شيء جميل جدا الرسول بولوس بيشجع المؤمنين في أفسوس وبيتكلم عن هذه الامتيازات أنه إحنا في قصد الله في فكر الله منذ الأزل وأنه الله عنده مخطط رائع لحياتك خطة محكمة منسجمة لخيرك ومنفعتك وأنه خطة الله تتخطأ الزمن لأنه بيفضقتك أنت وبيختارك أنت شخصيا حتى تكون ابن حتى تكون بنت لإله وأنه هذا الخلاص هو خلاص ثمين خلاص عجيب خلاص وحيد من خلال عمل الله المتكامل اختيار الله الآب إنجاز الله الإبن ختم الله الروح القدث العلامة الملكية والضمان والحماية لهذا الخلاص والدفعة الأولى كأنه بقول أنا دفعت نهاية الدفعة بتكمل لما منكون مع الرب في كل حين